صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في القناة قناة لوندا بيزر. فوالا. دونك جوني اكيد من مصدر معلومات توفيد يعني فيما يخص الفنان فناننا الكبير شاب بلال ربي يحفظه ربي يصره. فوالا. دونك بانو البلبلة والشائعات. نقول ونعود. يعني الشائعات الهدرة اللي خرجت فيما يخص حياته يعني حياة الشخصية. يعني زي ما شغله هما ناس شي ناس فرحانين انهم جابوا دوسي على شاب بلال زي ما دوسي كحل. وقعدين زي ما يوروا يهدروا ويقولوا بدون براهين بدون ادلة. قادرين قعدين يهدروا في اعراض الشاب بلال. وقالوا انه جبدوا له الشيخ فتحي اللي هو اكيد مؤلف قسائد وايضا مغني الراي واللي خالق ومتربي ومولود في محيط يعني في بلد ايضا في بين يعني ناس وموالين الراي. الراي الجزائري. فالشيخ فتحي قالوا عليه انه يعرف بلال وانه البلال يعرف الشيخ فتحي وجبدوا له ولفوا وقصة اه فرغة. انا قلت من قبل سبحان الله قلت انه حكاية فرغة مفروغ منها لانه ما فيها لا ادلة ولا براهين ولا يعني ولا شيء. فقالوا انه قالوا انه شيخ فتحي اه انه شاب بلال ما كاش منها لبنات. بان شاب بلال راي جاوب على الكلاش اه والحملة اللي يعني داروا بزافة على فيديوهات اه منشرووا فيه وقطعوا فيه وفقوا والفوا قصص وحكاية فرغة ما عندها حتى بدون براهين بدون ادلة يعني هدرا فرغة هي اشعة. فشاب بلال واش قال قال اه خرج بقصيدة معنا والهدرا معاني. دونك اه هو اهدر وش اهدر ووضح من بعد. اه قال قال. قالوا لهم ناس علاش ماكشت كلاشي وكلاشا وكبالزاف ومنا. وش قال لهم؟ قال لهم انا ذكر نغلق الملف. وبدل صفحة جديدة. وقال لهم انا ذكر الخدمة. دونك الشاب بلال جاوبتاه الكامل العاديان وناس اللي اه يستر ينتظرون سقوطه هو انه قال لهم كميساج. الشاب بلال راي يقول انه غلق الملف. وهو وضح. وذكر يبدأ صفحة جديدة. وقال انه ذكر الخدمة. الجواب راح في الخدمة. وبس. وخلاص. وكل واحد يعرف قدره. وانا اقول بالله يستنوا الناس اللي كلاشا وها كامل. اكيد هو شاب بلال يألف. وراح يكتب. وانا خايفين خلايا من بعد يعني الصدمات. اللي شوك. راح يح شاب بلال يدي عمل مفاجأة. راح يعمل بوم. يعني راح يكسر الدنيا باغاني رايح جديدة. اكيد راح يألفها. وشاب بلال كيما على بلالكم عقيت له من عند ربي. هو سيان فري ارتيست. وخلق وترباء. وكان محيط يعني بفنانين. وهو اصلا فوهران يعني هو فنان كبير. راي كيما نقول لكم راي جزائري. وفال هذا. خرج صاحب شاب بلال يبدي. شاب بلال صاحبه خرج للعلن. يهدر قاعد بالله. شاب بلال ما يعرفش. اه ما شي صاحب وما شي وما يعرفش اه مية بالمية. اه شاب فتحي وانه مكانت حتى تربطه حتى علاقة. وانه هاديك تاع المرت الشاب بلال اللي رام يهدروا ويكذبوا. قال لك مرت الشاب فتحي. مرت الشيخ فتحي وحدها من من مدينة وحدها. ومرت الشاب بلال وحدها من مدينة وحدها. ورام يخلطوا ويجلطوا. وقال لك بيان سيوخ سينغمال. الهواري العوينات انها اللي يخرج ويهدر على الشاب بلال. اه قال انه تكبر وانه قال لك بالصح في الصح ما شي صح ما انه ما تكبرش. فقط هي غيرة من زملاء انه الواحد لما يشوف روحه اه فنان كبير وشغل يشوف واحد راح يطلع. اكيد انه دق له. شغل دق خاطر ويقول كيف هو بان ولا نجم ولا صدع ولا يلمع ولا راوي كبر بالعقل. وشاب بلال ما شاعش وشاب بلال شاع في الخارج. وبان في الخارج. ودونك شتهر في الخارج. وهذه اعظم ومعظم واغلبية وكثير وكامل. اكيد بان افيداما المطربين والمغنيين اللي غنور راي الجزائريين. شتهروا خاصة سواء في الجزائر. شاب بلال شهر في الخارج. وبالدات في اوروبا في فرنسا في مرسايا. واغانين تواوين داروا وبوم داروا في تزاير. نهار اللي شاب بلال مرتو حطت للتزاير. وشاب بلال ما كانش على بالوب اللي غنانتاعو داد صادة كبيرة. وانا واحدة نشفة في هذا الوقت كانت دايرها حالة والغنانتاعو. كما اكيد بدايبان ناس كامل تسمعوا ليزا جغيان كامل يسمعوه اكيد. انا احدا منهم. مرتو جاءت للمارسيلي طلعت من فرنسا. قالت لشاب بلال ما ساحنتا يا قاتله. ما ركس سامع. غنانتاعوه اكرا ما دارين حالة في البلاد. فما اوين شاب بلال تأكد انه صح اه ولا نجم. وخلاص تبان وتشهر شاب بلال. وفا لا. طريق الشهرة. بدأت من الجزائر الى مرسيليا ومن مرسيليا وشع في الجزائر. هذه هي شاب بلال. حكاية مفروغ منها الاشاعات اللي راهم يهدروا ويكملوا يهدروا فيه. هي فقط يعني حبوا يصغروا بالشاب فنان كبير شاب بلال وما يقدرش يصغروا منه. وانسان محترم وخلوق مهما الناس حب تتغير فهم متقدرش تغير. هذا فقط لانه جاني مصدر ومعلومات حبيت انفيدها معاكم. ما لغزمه مقدرش اني بارتاشي معاكم من الفيديو. ما نقدرش ندي الاكستخي ونقطع من الاكستخي هذا كون اجلو غاجوت. ما نحاول لابخوشان فوا إلا قدرت إذا كانت عندي يعني الابوسيبليتي والإمكانية أني إذا تمكنت أنه نقدر ندي الاكستخيم الفيديو فهو الوريجينال انتع صاحب شاب بلال كي صرح وهدر وقال لكم انه حكاية هذي كتا اللي رامي دروها على إشاعات على شاب بلال باش يوصخوه. الهدف هو الوصخو شاب بلال وحبو يديرو له الموز إيماج يعني حبو يشوهو الصورة نتاعه وأيضا حبو يحبو يديرو له تنبر. يعني عاش من يعرف قدر شاب بلال وشاب بلال عاش لأنه يعرف قدر نفسه فشاب بلال ما يستنوش منه أنه صغر من روحه ومستوى التاعه باش يعود يهدر ولا يجاوب ما حاش يجاوب شاب بلال اكيد الغنان تاعه هي راح تكون المعنى الكبير وهذه المغنيين اللي يبدو كلا شو في شاب بلال بلغنان تاعهم هذو غير فقط يعني مجرد ربح للمال وصيد يو كوميرس وبهدر وحهم هذا ما كان فشاب بلال ذو كاك يخرج بلال راح يخرج بلال يعني وكل واحد يعني حيعرف المستوى تاعه هذي هي. من كل الوقت هو اللي راح وبالوقت كلش بالوقت. مهلا بقاش نهدر على الشاب بلال بزاف. أنا أهدر ذو كباس كوجاتني معلومة وأقدت لي هذه معلومة باللي أنه الشاب بلال عم يضيرو له في إشاعات وأن إنسان نظيف ومربي ومتخلق ما شاء الله عليه هذا ما كان. ننسى كيفاش خطرة جاية إذا قدرت ننظر إلى فيديو ونحاول أن كما قلت لكم إذا قدرت هذا هي فإذا ملاحظة أن الفنانيين الجزائريين عندما شاب بيلال واجه حملة وإشاعات وحصلوا بثافة عنه ضده وعاملوا بثافة فيديوهات عليه شوفنا ولاحظنا أنه بثاف من الفنانين ما حصلوا على الشاب بيلال يعني ما خرجوش يدفعوا عليه وأيضا المؤثرين اللي هي الخدمان تحهم والواجب بتحهم بمؤثرين الجزائريين شفنا أنه قليل قليل اللي هادروا قليل اللي يعني دافوا على الشاب بيلال أنا نظن بني علاش أنا متأكدة أنه مخرجوش يا هادروا لأنهم الجزائريين كيد ما حينش مؤثرين ما حينش يا هادروا هكذا كبرك ديروا بالبالة فقط من أجل جمع الأموال وإنما هما ذو كرام يستنوا في الوقت الصح لبلهم بالشاب بيلال راح يخرج بكشغون يافور وبالظهر راميسنا في هذيك الغنية راح تخرج باش أم بعد هما يبدو يخرجوا سيكا سيسا شفونس أبخي وشا نقول لكم أنا نبغي من هوات ومن يعني من اللي نسم أنا نحب جسوي فان الأغاني شاب بيلال اللي يعجبوني من اللي كنت مراهقة في سن مراهقة في الأدوليسانس وفيف شاب بيلال دايما دونك عنده بزاف لفان وكان مام لفان اللي ما ولوشي بغوه مسكين على خاطرش عنده شخصية هذا ما كان بالع دونك هو يعيش راجل ويموت راجل واشه شاب بيلال دونك جوان غيانا غاجوتي جس با أخيراكم فهمتوا المساج والرسالة أنه حكاية الشيخ فتحي وشاب بيلال خرطي خرط يقيو فاقو دونك فكينوالوغ الخرطي ومشاب بيلال المربي وهذو كلهم يهدروا على باباهم أنا عارف نقول لهم ما تدخلوش بين الحمود فردك باباهم ووليدو فأي عائلات لقاوا مشاكل دونك ما فهمت على الفنان يروحوا يدخلوا لهم بين باباهم دونك يعني فنان اللي نبدي فيه برأيي أنه هذا الحلقة رح تكون مميزة وإن كينوالكومنتر رح نرح معاهم أنا شكرا نحمل البندير شكرا شكرا يحمل البندير تلقوني أنا ينا دكار يا جسوي أوفخت بيان سور ديسبوني بنهضر على شاب بيلال وندفع على شاب بيلال و جسك أوبو جسك أوبو بسكوه هو فنان جزائري ومن حقي أن ينهضر علي بسكوه أنا جسوي أوسيفان ونهضروا هدرة الحق يعني مشيز عما منغطوش الشمس بالغربال الواقع واقع وحسبنا الله ونعم الوكيل على الناس اللي راههم يلفقوا ويألفوا ويخترعوا قصص من نسج الخيال هي حكاية مفرغ منها بصح هي أعراض الناس يعني هم يهضروا في أعراض الشاب بيلال ودخلوا في الشيء اللي خاطيهم وشيء أشياء يعني فرغة ما عنده حتى لنسب ولا ولا حسب ولا فهما اللي راحين يربحوا العار والعيب لأنه كل الشيء راح يدور عليهم وكل الشيء اللي فوقهم هذو الناس اللي راحهم يسبو ويعيرو في الشاب بيلال يفون ريكولتي سلام